السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تناميدي في السنة الأولى متوسطة لحتى أولياء تناميدي لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ ياسمين ويلا أبنائي وبنتي عودة موفقة للجميع وإن شاء الله يكون عام دراسي ممتاز ويعني موفق للجميع إن شاء الله اليوم نحن نديرو تقويم تشخيصي في الرياضيات إذن وش قلنا التقويم تشخيصي سواء نحن يكون دوما عندكم في المواد الأساسية وفهم معتها رياضيات لغة عربية ولغة فرنسية بما أنه تما مزم ما قريتوش أنجلي إذن ما تجيكمش في الإنجليزية التقويم تشخيصي هو عبارة عن يعني استجواب صغير يحدد المستوى تع التلميذ معتها التلميذ من الأحسن أنه يخدم فيه باش هكذا النفسية يجيب علامة ممتازة يبدأ بقوة باش هكذا إن شاء الله ينهي العام الدراسي بنجاح إذن يلا وش فيه وش قريته في الابتدائي يعني في الخامسة ابتدائي إذن يلا نشوفو التلميذ الجدد باش يشوفو كيفاش نخدمو دوما نقرأ ونفهمو وفي الأخير نبدأ الحل مع بعض إذن التلميذ الأول تعيوش يقول أكمل الجدول تالي بكتابة الأعداد العشرية في شكل كسر عشرية ثم رتب الكسر ترتيبا تنازوليا معتها شوفوا اعطوني وش معتها عدد عشرية معتها عدد بالفاصلة 15.179 15.28 8.15 هذا نسميهم أعداد عشرية معتها أعداد فيهم الفاصلة الكتابة الكسرية معتها هذا العدد رح نكتبوه على شكل كسر ما فهم؟ إذن ناخدوه المثال هذا 15.28 ما هو إلا 15.28 قسمة 100 ما فهموا إلا على مئة إذن دوما نقول لكم نحكموا العدد هذا كيما رأى نكتبوه اللي هنا برك نحول الفاصلة شوفوا 1.528 و 1.528 نحينا برك الفاصلة ومبعد نحسبوه شحان عندي من رقم بعد الفاصلة رقمين معتهم الحندي اللي هنا صفرين ومنساش نزيل لهم الواحد نفس الشي بالنسبة إلى الأعداد العشرية الأخرى ومبعد قال يرتبهم تنازليين كيفاش نزلوه إحنا من السلم ولا كيفاش نجزلوه من الدرج من الدرجة الكبيرة حتى صغيرة معنا نرتب من العدد الكبير حتى للعدد الصغير سهلة جدا ومنساش ترتيب دوما يبدأ من اليسار نحو اليمين وندير العلامات على الأكبر ولا الأصغر على حساب الترتيب التاعي يلا هذا السؤال الأول السؤال الثاني أنقل وأنجز كل عملية من العملية التالية عموديا عموها دي نسميها أفوقية العموديا جي على هذا الشكل نفهم إذن يلا عندي 5.7 ضرب 54 نديرها عموديا 105.7151 زائد 2 و4.52 نديرها عموديا ونحسبها 958 نقص 3 و7 وحداري الأحد تحت الأحد العشرات تحت العشرات الفاصلة تحت الفاصلة وهكذا باش ما نخلط شعلية التمرين الثاني وشوي قولي أتمم التحويلات التالية إذن نازم عليها نرسم الجدول تحت تحويلات التاعي تحت الأطوال إذن نقولي 45 ديسيمتر شحل يساوي من متر 96 متر شحل يساوي من هكتومتر 114 سنتيمتر شحل تساوي من متر وديسيمتر 5 و60 هكتومتر شحل تساوي من كيلومتر دوما نقولكم الأحد هي اللي تكتب في الوحدة التاعي حدا يلا الثاني الثالث أتمم الجدول التالي قلي الكتابة بالحروف وبالأرقى السودوس كيفاش نكتبه بالكوسور الثمن كيفاش نكتبه هذا وش نسميه واحد على خمسة نسميه نشوفو ثلاث أربع ثلاث أربع الربع هو واحد على ربع النص كيفاش نكتبه هذي ثلاث أربع وش نسميه سهل جدا التمارين الرابع يقول لي إليك الشكل المقابل أكمل الفرق بما يناسب إذن عندي هذا المستقيم المستقيم دي وعندي القطعة A B والهنا الأو هل فهمه ويقول لي بلي هذا الطول اللي هو أو ب يساوي الطول أو أ معنى تفزوش أربع سنتيمتر هذي كيدي اللي هكام معنى تفزوين النقطة O هي قطعة المستقيم A B معنى تفزوين جاية O شوفوا O شوفوا A B وين هي جاية طول قطعة المستقيم A B هو شحال من A للB كم شحال إذن هذي عندي ربعة وهذه ربعة إذن كل شي شحال يساوي المستقيم N و A B إذن يلا N و A B وش بيهم المستقيم D و N إذن وش بيهم D و A B إذن أحن قول يمت وزين يعني يشكلوا لزاوية قائمة نفهم إذن يلا القطعتان المستقيم O B و O أو ش بيهم معنى ته هذه مع هذه وش رهم هل متسويا غير متسويا نحن شوفوا كيفاش إذن يلا أبنائي نبدأ التصحيح التعناة هذا التقويم مع بع إذن يلا أبنائي نبدأ بتصحيح التمرين الأول يقلي أكمل الجدول التالي بكتابة الأعداد العشرية على شكلي كسر ومعد رتبهم إذن يلا وش قلت لكم الكسر هي أسهلها نحكم للرقم اللا ولا العدد التعناه هذا كيمرا ونحوله الفاصلة شوفوا يولي 15 1279 معنى تكتبوا كيمرا وفوق ونحوله الفاصلة ومعد نحسبو وش حال عندنا من عدد ولا من رقم بعد الفاصلة عندي 1 2 3 معنى تحتها نكتب 3 أصفر وما ننسش دوما الواحد نفس الشي 15.28 نحيلها الفاصلة ونكتبها كيمرا هيا هنا شوفوا حدري تكتبوا الفوق بالفاصلة شحال عندهم الرقم بعد الفاصلة زوج إذن صفران وما ننسش نكتب الواحد نفس الشي 8.15 لحين لا فاصلة ولا 8.8 800 عفوان و 15 82 شحال عندي ما نقم بعد الفاصلة 1 إذن 0 1 وما ننسش نكتب الواحد نفهم سهلة جدا بالنسبة لها شوفوا احترتيب تنازلي وين معنتها من الأكبر إلى الأصغر معنتها راني نازلة في الدروج يلا من الأحسن أنه هاد نرتبهم باش أنه نرتبوا هاد وقال يرتب الكوسور هذا إذن يلا شوفوا هادي 15 15 8 8 إذن بين بلي الكبار شكون هما 15 معتها يا هادي يا هادي إذن شوفوا عندها مول فاصلة عندها زوج عندها زوج هذه عندها 7 وهذه عندها 8 شكون تغلب 8 ولا 7 إذن هذا هو الكسر الأول إذن الكسر الأول نكتب هو الأول على جهة اليسار نبدأ الترطيب شوفوا هادي عندها 8 عندها 8 هذا الجزء الصحيح هادي عندها واحد وهادي عندها تنين شكون تغلب 2 ولا الواحد طبعا تغلب 2 إذن هذا الكسر هو الثالث ثم هذا هو الرابع هاو الترتيب كيف يكون يلا اللي بعد وقالي أنجز ونقل العملية عمودية إذن يلا أبنائي عموديا ونحسب 5.7 في 54 وشو نقولكم دايما الفاصلة تحبو تنحوها من الأول نحوها لأنه في الضرب ومبعد في الأخير راح نرجحها ما فهم نقوم بالعملية تعضب عادية نلقى في الأخير كي نلقى العدد التاعي نلقى 3078 ما تحطوش هكذا نشوفوش حال عندي من رقم بعد الفاصلة عندي واحد إذن ناخد رقم واحد بعد الفاصلة والعملية عادي نضرب 4 في 7 كيما اللي درناها في الابتداء عادي نضرب 4 في 7 تعطيني 28 نكتب 8 نحتفظ بال2 نضرب 4 في 5 تعطيني 20 زائد 22 ندير النقطة التاعي كيف 5 نضرب ها في 7 ونشوف وهكذا عادية جدا والعدد الأخير هو 307.8 نفس الشي أبنائي بالنسبة إلى الجمع الجمع حداري نروح نحط الفاصلة هي اللي تحدد للفاصلة دو من تحت الفاصلة إذن هذا الجزء الصحيح تحت وهذا هذا تحت وهذا ونبدأ نجمع عادي 1 زائد لا شي 1 5 2 راه 7 7 5 12 نكتب 12 ونحتفظ بال1 الفاصلة نهبط ها تمتم 5 2 7 1 8 4 4 8 2 زائد لا شي نفس الشي بالنسبة إلى السالب ولكن نقص دوما تحت الأحد العشرات تحت العشرات وهكذا حتى نلقى 805 وثمان يعني أبناء يسيوا فيها باش تلقاوا هاد الأعداد تماما نمر للثمانين الثاني اللي هو التحويل عندي اللي هنا جدول وشنو التحويل تعال أطوال دوما نشقط لكم هذا الأحد هو اللي نحطو كيما اللي هنا خمسة نحطها في ديسيمتر معتها خمسة نحطها في ديسيمتر قبل خمسة وش كانت كينة كينة ربعة شحلتوا سوي من متر شوفوا يلا هالمتر دوما ندي اليمين التاع إذن نحط الفاصلة تصبح 4.5 هنا قال لي 6 هي اللي تحط ها في المتر نحط له 6 في المتر وقبل هش كانت كين كين تسعة شحلتوا سوي من هيكتومتر إذن هاي هيكتومتر فرغة نعمرها بالصفر إذن صفر طبعا فاصلة من سهاش إذن تولي 0.96 اللي هنا ابنائي دوما كي يكتبون اللي هنا هكا 214 سنتيمتر شحلتوا من متر و سنتيمتر دوما شوفوا هذا الاتنين أحط كيفاش نرمز له هو 1 على 6 الثمن هو 1 على 8 الخمس هو 1 على 5 كين نقول 3 4 3 هي الفقانية والأربعة اللي معتها 4 هي التحتانية الربع معتها 1 على 4 النصف دوما نعرفها بلي هي 1 على 2 ثلثان معتها 2 على 3 هذي كذلك سهلة لازم علي فقط نركز يلا نمر إلى الهندسة اللي قال لأ وش رهي بالنسبة إلى شوفوا ورهي في المنتصف معتها قسمت لهذه الربعة وعطت لهذه الربعة إذن هي في المنتصف طول أبي شحال شوفوا ابناء قال لهذه الربعة وهذه الربعة كين دير 4 زائد 4 إذن أبي كاملة رحت سوي 8 L وآبي وش بهم ها والأن وها والأبي هذو شنسميهم متوازيان D والأن هاي الدي وهاي الان هذو نسميهم متعامدا D وآبي شوفوا D وآبي كذلك متعامدا دوم نتعامد يشكل زاوية قائمة التوازي كما يساوي يلا أو ب و أو معتها هذا الطول وهذا الطول متساويا معتها في الزوج يساوي 4 سنتيمة مفهوم نركز فقط وعبالي باللي ان شاء الله تتحصلوا على علامات ممتازة إذن كالعادة اللي عنده أي سؤال ولا إيس ساري خليوا لي في التعليقات أبناء إن شاء الله هنحلوا جميع التقويمات على المواد الأساسية وكما أقولكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله